مصطفى ها دي دكتور دكتور يعني كان دورك دكتور في العرض بالزبط طيب والدكتور في العرض مفترض ان هو بيعالج هنا الولد وهو المنطق وهو المنطق دي قعدة شخصة منطقة لا كمل 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 بس يعني انا هو المشهد اللي انا بطلع فيه بعد الولادة المفترض ان انا ولدت الوقت الطفل ففكرة ان انا هصدم الاب من الحالة الطبية اللي الولد فيها هو واقف فرحان ومستني الولد زي اي اب ينزل فانا انسانيا لازم اروح اقوله اللي مكتوب في التقرير ان ابن حضرتك تولد عنده اعاقة زهنية واعاقة جسدية ففكرة ان انا خش اقولها له كانت صعبة بالنسبة لي هقولها له ازاي هصدمه اهو هقولها له ازاي في المشهد اللي بعد كده بنوصل المخرج بيبقى عايز يوصل لرسالة العرض في ان دي نعمة كبيرة من عند ربنا نعمة كبيرة جدا وقد ايه انت ام عظيمة وانت كمان اب عظيم الولد مفوش اي حاجة خالص بالعكس الولد كويس ومبسوط وطلباته مجابة واحلامه سهلة وبسيطة ما فياش وقت زي احلامنا والحاجات دي كلها انا بقول حاجاته اقدرت لا صحيح اقدرت تعمل الحكاة دي ازاي من غير ما تحولها الى موعظة مباشرة جمدة بردة الى اخيره يعني اقدرت توصلها ازاي بس كمان ابقى انا من جوايا عايز اكمل سمع مش عايز ابقى بشعر انه في جدار فاصل ما بيني وما بينك كأنك واعظ يلقي علينا بالموعظة افعل كذا ولا تفعل كذا حطيت نفسي للحظة ماذا لو انا مشاهد للمشهد ده لو انا لو انا واحد من الجمهور وعايز اسمع الكلام ده وعايز اصدقه وعايز احس بيه طبعا موضوع يعني انا مش عايز اقول انه كان صعب بس هو كان موضوع انك تحس اكتر الكلام وتفهم منطقه وعايز يقول ايه وعايز يروح فين وهل المثقف هيفهمه والغير المثقف انا عايز الاثنين يفهم الموضوع انسانيا مش ملووش علاقة بالتلقين اكتر ما هو ليه علاقة بان انا اوصل له احساسي في ايه يعني لدرجة ان انا كنت عايز امثل اكتر اود الموضوع اكتر من انه هي موعزة بلا عكس اعتقد هو حتى بيقول لو انتو عندكم ازمة ان الولد عنده ازمة فالولد زي ما قلنا يا جماعة وبخاطب الناس ما عندوش ازمة خالص اعتقد ان الازمة الحقيقت انتو من الانين ساعتها الجمهور بيقرر اسقف ماش للكلام على المنطق صح نشتلية من الكلام المكتوب